موسيقى جاء بولوس الرسول إلى أفسوس بدعوة إلهية بتكليف إلهي برسالة وإرسالية سماوية إلهية إلى هذا المكان كان يتحرك بطريقة استراتيجية بطريقة نبوية بإعلانات من الرب يتحرك من مكان إلى مكان وكان يتحرك أيضا من مدينة إلى مدينة حتى يوصل الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الناس في هذه البلدة ابتدأت خدمة طبعا أكيلا وبريسكيلا أبولوس أيضا اختبر الرب على يدي أكيلا وبريسكيلا تلميذ يحنى 12 وابتدأ بالخدمة بمجمع اليهود وعلى فكرة إلى الآن رغم أنه حفروا 20% من مدينة أفسوس لكنهم لم يكتشفوا مجمع لكن شيء ملحوظ في علامة المنورا عند الدرجة الأسفل أمام هذه المكتبة مكتبة سيلسس اللي كانت تالت أكبر مكتبة في العالم كان فيها أكثر من 200 ألف مخطوطة جاء الرسول بولوس إلى بلدة مثل اللي شايفين الأثرات كلها بصمات رومانية من أثرات للمسارح الرومانية للأغورة العامة الأغورة المدنية الأغورة التجارية وراء الأقواس وطبعا الشارع الرئيسي اللي بيربط هذا البلد مع معابد حمامات والبوديوم وأمور كثيرة أعمدة طويلة رخام كلها بتعبر عن عظمة الرومان والهندسة الرومانية لكن اللي بميز هذه المدينة أنه كانت طبعا تعتبر خزنة آسيا وبوابة آسيا فهذا كان يقود لنوع من الكبرياء وأكبر كبرياء هو بسبب العبادة عبادة أرطميس الإلهة أرطميس في أثرات لهذا المعبد القديم في عمود واحد لكن هذا المعبد كان ضخم جدا كان يعتبر تحفي فنية أيضا ويقولون أنه طبعا أرطميس هي بنت الإله زافس أخت أبولو سقطت من السماء أو تمثالها سقطت من السماء عند اليونانيين أرطميس كانت تعتبر إلهة الصيد عند الأفسسيين يعني أصبحت الإلهة المعروفة في آسيا أو إلهة الآلهة حامية للنساء وأيضا إلهة الثقافي لكن اللي بميزها أيضا هي كانت إلهة الخصوبة بتشوفوا تمثال أرطميس عليه عدة أثداء ترجمة نانسي قنقر